بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه الماتفة تفسير سورة البقرة لذن كثير وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذا خبر معناه الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قبرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب منا ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون مجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنع المؤمنين منها والمعنى ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم وقيل إن هذا بشارة من الله والمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائل المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقد أو يقتل إن لم يسلم وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن يجلى اليهود والنصارى منها وأن يجلى اليهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الخزي لهم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه وكما أجليهم من مكة أجلوا عنها ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وانتهنيوه من نصب الأصناع حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعلهم التي يكرهها الله ورسوله وأما من فسر بيت المقدس فقال فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفه وقال السدي فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها وقال قتاده لا يدخلون المساجد إلا مصارقة قلت وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بانتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر أشحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود وفسره قتابة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد أخبرنا الهيثم بن خارجة أخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة ابن حلس سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرطاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة وليس لصحابيه وهو بشر بن أرطاه ويقال ابن أبي أرطاه حديث سواه وسوا حديث لا تقطع الأيدي في الغزو ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه فلما قدم المدينة ووجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا بن جريج وعثنان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلنا نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب وقال فأينما تولوا فثم وجه الله وقال عكرمة عن ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراسان وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليه متوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر ابن ربيع من غير ذكر الآية وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عن بين سفر المسافة وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في المصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فإنما وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي أخبرنا أبو أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أب الربيع السمان بنحوه ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أب الربيع السمان ورواه بن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعة بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذات ولا نعرفه إلا من حديث الأشعة السمان وأشعة يضعف في الحديث قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان مترو والله أعلم وقد رويا من طريق آخر عن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل أخبرنا الحسن بن علي ابن شبيب حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العزرمي عن عطاء بن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة هيها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفرنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء عن جابر به وقال الدار قطني قرأ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود بن عمر أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجازت صلاتكم ثم قال الدار قطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العزرمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبام لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا فأنزل الله تعالى هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاش كما حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا غريب والله أعلم وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسق إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه أحدها أنه عليه السلام شاهده حين سوي عليه دوية له الأرض الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن العربي قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على المي وهذا جواب جيد الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة ها هنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر واسمه نجيح ابن عبد الرحمن السدي المدني به ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه ثم قال الترمذي حدثني الحسن بن بكر المروزي أخبرنا المعلاء بن منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزون عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخمس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحكي عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن ينينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة ثم قال ابن مردوي حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم أخبرنا شعيب بن أيوب أخبرنا بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وقد رواه الدار قطني والبيهقي وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قيله قال ابن جرير ويحتمل فأينما تيلوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعائكم كما حدثنا القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال قال ابن جرير قال مجاهد لما نزلت أدعوني أستجيب لكم قالوا إلى أين فنزلت فأينما تيلوا فثم وجه الله قال ابن جرير ومعنى قوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اجتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرب على النصارى عليهم لعائم الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهم وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفيا أحد فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة أخبرنا أبو الوبان أخبرنا شعيب عن عبد الله ابن أبي الحسين حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقيره إنني ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا انفرد به البخاري من هذا الوجه وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أخبرنا محمد بن إسحاق ابن محمد القرأي أخبرنا مالك عن أبي الزناب عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني فأما تكذيبه إياي فقوله لم يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد من فضلك تابع بقية المادة وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقه ما يعافيه وقاله كل من له قانتون قال ابن أبي حات أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أصباب عن نترف عن عطية عن ابن عباس قال قانتين مسلين وقال عكرمة وأبو مالك كل من له قانتون مكرون له بالعبودية وقال سعيد بن جبير كل من له قانتون يقول الإخلاص وقال الربيع بن أنس يقول كل من له قانتون أي قائم اليوم القيامة وقال السدي كل له قانتون أي مطيعون ويوم القيامة وقال خصيف عن نجاهد كل له قانتون قال مطيعون كن إنسانا فكان وقال كن حمارا فكان وقال ابن أبي نجيح عن نجاهد كل له قانتون مطيعون قال طاعة الكافر في سجوده ذنه وهو كارف وهذا القول عن نجاهد وهو اختيار بن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القلوط والطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكوها وظلالهم بالغدو والآصال وقد ورد حديث فيه بيان القلوط في القرآن ما هو المراد به كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف ابن عبد الأعلى حدثنا ابنه أخبرني عمر ابن حارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنيت فهو الطاعة وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن ابن نوسى عن ابن نهيعة عن دراج بإسناده مثله ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث نكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم وكثير ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يعتر بها فإن السنب ضعيف والله أعلم وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق قال مجاهد والسد وهو مقتضاء اللغة ومنه يقال للشيء أن يحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه وقال ابن جمير بديع السماوات والأرض مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيهما لم يسبق إليه غيره وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا ومن ذلك قول أعشى ابن ثعلبة في نتح هوذة ابن علي الحنفي يدعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزن أو ما شاءه اتدعى أن يحدث ما شاء قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتفاها عليه وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضاف إلى الله بلوته وإخبار منه لهم أن الذي اتبع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي اتبع المسيح عيسى من غير والد بقدرته وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون ونبه بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقلون قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية وقال مجاه وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية قال النصارى قال النصارى تقوله وهو اختيار بن جرير قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر وحكى القرطبي لولا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد قلت وهو ظاهر السياق والله أعلم وقال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتابة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العرب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال هم اليهود والنصارى ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الآية وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وقوله تعالى وقال الذين لا يرضون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية وقوله تعالى بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم كما قال تعالى يسألك أهل كتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرا وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وقوله تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحل أو مجرين أتواصل به الآية وقوله تعالى قد بينا الآيات لقيم موقعين أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل دلالة يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى ممن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاور فأولئك قال الله فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله فزار عن شيبان نحوي أخبرني قتابة عن عكلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل وفي قراءة ابن سعيد ولن تسأل عن أصحاب الجحيم نقلها ابن جميل أي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأشبه ذلك من الآيات وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يوسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القوضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي فنزل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل ورواه بن جريب عن أبي كريب عن وكيع عن يوسى بن عبيدة وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بن مثله وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبواي حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار قل والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم ثم قال ابن جريب وحدث من قاسم أخبرنا الحسين حدث من حجاج عن ابن جريج أخبرنا داود ابن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي فنزلت إنا أرسلناك بالحق دشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وهذا مرسل كالذي قبله وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراءة الأولى وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما فلما علن ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير والله أعلم وقال الإمام أحمد أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكب لا فض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويرفر ولم يقبضه حتى يقين به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعين عمية وآذانا سلما وقلوبا غنفا انفرد بإخراجه البخاري فرواه في البروع عن محمد بن سنان عن فليح به وقال تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمر بن العاص به فذكر نحوه فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب وزعم ابن مسعود ابن دمشقي أنه عبد الله بن وجاء وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد قال عطاء ثم لقيت كعب الأحضار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عمومي وآذانا صمومي وقلوب الغنيفة ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع منتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يطبونه حق تلايته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك وهم الخاسرون قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع منتهم وليست اليهود يا محمد ولن نصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرديهم وييافقهم وأقبل على طلب رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل وقال قتاده في قيله قل إن هدى الله هو الهدى قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الظلالة قال قتاده وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين لا يذرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمر ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته وقد استذل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع منتهم حيث أفرد المنة على أن الكفر كله منة واحدة كقوله تعالى لكم دينكم وليدين فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل من يتين شتى كما جاء في الحديث والله أعلم وقال الذين آتيناهم الكتاب يكنونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عن معمر عن قتابه هم اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير وقال سعيد عن قتابه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا إبراهين بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهني قال أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يكلمه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار وقال أبو العالية قال ابن سعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأوينه وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود قال السبي عن أبي نالك عن ابن عباس في هذه الآية قال يحمين حلاله ويحرمين حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه قال ابن أبي حاتم ورئي عن ابن مسعود نحو ذلك وقال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داويد بن أبيهم عن عكرمة عن ابن عباس في قوله يتبعونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها قال ورئي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزيم وإبراهيم النخي نحو ذلك وقال سفيان الثيري أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن سعود في قوله يتبعونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه قال القرطبي وروا نصر بن عيسى عن نالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتبعونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قال في اسناده غير واحد من المجهونين فيما ذكره الخطيم إلا أن معناه صحيح وقال أبو موسى الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة وعن عمر بن الخطاب هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها قال وقدروا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وقال أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتبونه حق تلاوته أي من أقام كتابه من أهل كتب منزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى ولي أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرذنهم الآية وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار لنبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره وموازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أن آية وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من أثقال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرين كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهيدي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون قد تقدم نظير هذه الآية في صدر الصورة وكررتها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتنان هذا وكتنان ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسد بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم لهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكييبه والحيد عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وإذ تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليمه عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتذا به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي ولهذا قال وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحنون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء افتلاء الله إبراهيم أي اختباره له لما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهم أي قام بهن كلهم كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأن عمر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهيم فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم أي قام بهم قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذره وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام فروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتابة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميني عن ابن عباس وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طايوس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأفار وحلق العانة والختام ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبيل بالماء وقال ابن أبي حاتم ورئي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأفار وغسل البراج ونتفو الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيا انتقاص الماء يعني الاستنجاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختام والاستحداب وقص الشارب وتقليم الأفار ونتفو الإبط ولفظه لمسلم وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعان عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونطفو الإبط والختام وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأفار وقص الشارب والسواك وغسل يل من جمعة والأربعة التي في المشاعر الطواف والسعي بين السفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة وقال داود بن أبيهم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهم قال الإسلام ثلاثون سهما منها عشر آيات في بواعة التائبون العابدون إلى آخر آية وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر آية فأتمهم كلهم فكتبت له براءة قال الله وإبراهيم الذي وفى هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاكم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به وهذا نفذ بن أبي حاتم وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرمة عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهم فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجته المروض في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه وصدره على قفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هون ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله وما اكتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا إسماعيل ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري وإذ بتلا إبراهيم وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجرة فرضي عنه وابتلاه بالختار فرضي عنه وابتلاه بالبن فرضي عنه وقال ابن جرير أخبرنا بشر بن معاد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتالة قال كان الحسن يقول أي الله لقى ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزور فوجه وجهه من الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه والختام فصبر على ذلك وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلنات قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر وقال أبو جعفر بن جويس أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة أخبرنا أبو هلال عن الحسن وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلنات قال ابتلاه بالكوكب يب الشمس والقمر فوجده صادرا وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلنات فأتمهم فمنهم قال إني جاعلك من ناس إنامه ومنهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيه ومنهم الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في دينهنا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن ابن محمد ابن الصباح أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلنات فأتمهم قال الله لإبراهيم إني نبتليك بأمر فما هو قال تجعلني من ناس إمامه قال نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم قال وأمنا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال نعم قال ابن أبي نجيح سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكر وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما وقوله وإذ جعلنا البيت مفابة للناس وأمنا وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم وقال السدي الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال القرطبي فهو في الميطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيد يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من قلم أفاره وأول من قص الشارب وأول من شاب فلما رأى الشيب قال ما هذا قال وقار قال يا رب زبني وقار وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام قال غيره وأول من برد البريد وأول من ضرر بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراوين ورؤي عن معاد بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم وإن أتخذ العصى فقد اتخذها أبي إبراهيم قلت هذا حديث لا يثبت والله أعلم ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحبيث أو إجماع قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل واحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران أحدوما ما حدثنا به أبو كريب أخبرنا راشد بن سع حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليلة الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآية قال والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب أخبرنا الحسن عن عطية أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال وفي عمل يومه أربع ركعات في النهار ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به ثم شرع بن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من مجوه عديدة فإن كلا من السندين مجتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في نتن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم ثم قال بن جرير ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوا والله أعلم وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمين وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صليات الله وسلامه عليه وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك فقال ابن أبي مجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكونني إمام ظالم وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا مالك بن إسماعيل أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله ومن ذرية قال أما من كان منهم صالحا فأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك وقال ابن جريج عن عطاء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما قلت لعطاء ما عهده قال أمره وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمر بن ثور الكيسار فيما كتب إلي أخبرنا الفرياب حدثنا إسماعيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال 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 الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعين أو أكلمة عن ابن عباس قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته وقال العوف عن ابن عباس لا ينال عهد الظالمين قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلم أن تطيعه فيه وقال ابن جرير حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مالك عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته انقض ورؤي عن مجاهد وعطاء ومقاتل ابن حيان نحو ذلك وقال الثوري عن هارون بن عنطرة عن أبيه قال ليس لظالم عهد وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتابة في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال وبركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق وكذا عن أب العالية وعطاء ومقاتل بن حيان وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعة عدو لي عصين ولا أنحلها إلا وليا لي طعني وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف وقال السدي لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي عبوتي فهذه أقوال يفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جريد وابن أبي حات رحمهما الله تعالى واختار ابن جريد أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله بإبراهيم الخليم عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم وقال ابن خويز من داد المالك الظالم لا يصبح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راوية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال العوف عن ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون فيه وطرى وأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يؤودون إليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يثوبون رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم ابو أبي عمير حدثني الوليد ابن مسلم قال قال أبو عمر يعني الأوزاع حدثني عبد ابن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه من صرف وهو يرى أنه قد قضى منه وترى وحدثني وحدثني يونس عن ابن وهب قال قال ابن زيد وإذ جعلنا البيت مثابة من الناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتون وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقبون الوطر وقال سعيد ابن زبير في الرواية الأخرى وإكرمة وقتابة وعطاء الخراسان مثابة للناس أي مجمعا وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن ألس عن أب العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حوله وهم آمنون لا يسبون ورعي عن مجاهد وعطاء والسد وقتادة والربيع ابن أنس قالوا من دخله كان آمن ونبنين ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطر ولي ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه إذا أن قال ربنا وتقبل دعائه ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا من دخله أمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له كما يصف في سورة المائدة بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء كما قال ابن عباس لو لم يحد الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن كما قال تعالى وإذ بيأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئة وقال تعالى إن أول بيت يدع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عيدة فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاة وقد اختلف يفسرون في المراب بالمقام ما هو فقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمر بن شبك النميري حدثنا أبو أبو خلف يعني عبدالله بن عيسى أخبرنا داوود بن أبي هند عن جاهد عن ابن عباس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاة قال عقام إبراهيم الحرم كله ورؤي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك من فضلك تابع بقية المادة وقال وقال أيضا أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن واتخذ من مقام إبراهيم مصلاة فقال سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله ثم فسره ليعطاء فقال التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنا ورمي الجمار والتواف بين الصفا والمروة فقلت أفسره ابن عباس قال لا ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع قال نعم سمعته منه وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن يسلم عن سعير بن جبير واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه وينويره إسماعيل الحجار ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه وقال السد المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا عبد الوهابي بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا قال نعم قال أتنا لاتخذه المصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال عثنان ابو أبي شيبة أخبرنا أبي أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ليسرة قال قال عمر قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا قال نعم قال أفلا نتخذه المصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال ابن مردويت أخبرنا ذعلج ابن أحمد أخبرنا غيلان ابن عبد الصمد أخبرنا مسروق ابن مرزبان أخبرنا زكريا ابن أبو زائد أنه مردويت مقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم بمقام خليل ربنا قال بلى قال أفلا نتخذه المصلى فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقال ابن مردويت أخبرنا علي بن أحمد ابن محمد القزوين أخبرنا علي بن حسين حدثنا الجنيد أخبرنا هشام بن خالد أخبرنا الوليد عن نالك ابن آس عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر قال لما وقف رسول الله سلى الله عليه وسلم يوم فتح نكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذ قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب وقد روى النسائي من حديث الوليد بن نصر من نحوه وقال البخاري باب قيله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون حدثنا مسدد أخبرنا يحيا عن حميد عن أنس بن نالك قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أي وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لي اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهم فقلت انتهيتم أولا يبدلن الله رسوله خيرا منكم حتى أتيت إحدى نسائه حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات آية وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري ههنا وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم يصري وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة وروا عنه الباقون بواسطة وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث وإنما لم يسند لأن يحيى ابن أبي أيوب الغافق فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم وقال الإمام أحمد حدثناه شيء أخبرنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر فلو أمرت هن أن يختجب فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهم عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم فنزلت كذلك ثم رواه أحمد عن يحيا وابن أبي عبي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال وافقت ربي في ثلاث أن يافقني ربي في ثلاث فذكر وقد رواه البخاري عن عمر وابن عين والترمذي عن أحمد ابن منيع والمسائي عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وابن ناجة عن محمد ابن الصباح كلهم عن مشين ابن بشير به ورواه الترمذي أيضا عن عبد ابن حميد عن حجاج ابن منهان عن حماد ابن سلمة والنسائي عن هناد عن يحي ابن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه التوين به وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الإمام علي ابن المدين عن يزيد ابن زري عن حميد به وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر فقال أخبرنا عقبة ابن مكلم أخبرنا سعيد ابن عامر عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارة بدر وفي مقام إبراهيم وقال أبو حاتم الرازي أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصار أخبرنا حميد الطويل عن أنس ابن مال قال قال عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث أي وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله لو حجدت النساء فنزلت آية الحجاب والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق فقال إيها عنك يا ابن الخطاب فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل كل صحيح ومفهوم عدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم وقال ابن زريج أخبرني جعفر ابن ححمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشوار ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان أخبرنا حاتب بن إسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقم فرمل ثلاثة ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتب بن إسماعيل وروى البخاري بسنده عن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطافة بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فوضعها بيده لرفع الجدار وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تنيها وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزن هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموت إبراهيم في الصخر رتبة على قدميه حافيا غير ناعلي وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله ابنه أخبر نينس ابن يزيد عن ابن شهاب أن أنس ابن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمس قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم وقال ابن جرير أخبرنا بشر ابن معاذ أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا سعيد عن قتاذة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بيسحه وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلونق ونحى قلت وقد كان هذا المقام ملسقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرة يمنة يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الضوار وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهو أحد الرجلين النذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالنذين من بعد أبي بكر وعمر وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدث نعطاء وغيره من أصحابنا قال أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلم حدثنا أبو ثابت حدثنا الضراوردي أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيه ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عوينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سفع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى نكاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ذهب السير به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله وقال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا فهذه الآثار متعابدة على ما ذكرناه والله أعلم وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوي أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام أخبرنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا قال مجاهد وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد من أعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق بن مردويه مع اعتضاب هذا بما تقدم والله أعلم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الحسن البصري قيله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده قال أمره وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإذا لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان وقال مجاهد وسعيد ابن جبير طهر بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس قال ابن أبي حاتم ولي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتابة أن طهر بيتيا أي بلا إله إلا الله من الشرك وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين وقال وكيع عن أبي بكر الهذن عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين وقال ابن أبي حات أخبرنا أبي أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلم أخبرنا ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجيبون ويحدثون قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون ورواه عبد عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وكيع عن أبي بكر الهذل عن عطاء عن ابن عباس هو الركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود وكذا قال عطاء وقتاد في يومه أربع في النهار ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين فإن كل من السندين مجتمل على غير واحد من الضعفاء وهو كما قال فإنه لا يجوزر روايتهما قال ابن جرير رحمه الله فمعنا الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهي أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لنا بعدهما إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زين أنطهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلص في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وربوان خير أمن أسس بنيانه على شفى جرف نهار قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا أي ابنياه على طهر من الشرك دي والريب كما قال السدي أن طهر بيتيا ابني بيت للطائفين وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السدود كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتيا للطائفين والطائمين والركع السجود الآيات وقد اختلف الفقهاء أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكه فيه والباب ومن يج فيه بإلحاب بذن نذقه من عذاب أليم ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكه فيه والباب وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفي ذلك وفي ذلك أيضا رب على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك ومن اعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئا من ذلك فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود أي طهراه من الشرك والريد وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود وتطهير المساجد مقفوظ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بلوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ومن السمة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له وقد جمعت في ذلك دسءا على حدة ولله الحمد والمن وقد اختلف الناس في أول من بن الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم عوية هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ابن الحسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة وقيل آدم عليه السلام رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعير ابن المسيد وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبر من حراء وطور سيناء وطور زيتاء وجبل ابنان والجودي وهذا غريب أيضا ورؤي عن ابن عباس وكعد الأحبار وقتادة عن وهب بن منبث أن أول من بناه شيث عليه السلام وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لبن كثير نواصل قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال الإمام أبو جعفر ابن جريب أخبرنا ابن بشار أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله سل الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمه وإني حرمت المدينة ما بين نابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عداهها وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعمر بن ناقب كلاهما عن أبي أحمد الزبير عن سفيان الثوري وقال ابن جريب أيضا أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا حدثنا ابن أدريس وأخبرنا أبو كريب أخبرنا عبد الرحيم الرازي قالا جميعا سمعنا أشعة عن نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاهها وصيدها لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ونثله معه ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر وفي لفظ بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان لفظ مسلم ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر بن مدر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمر بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها انترذ بإخراجه مسلم فرواه عن قتيبة عن بكر بن مدر به ولفظه كلفظه سواء وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدى له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وفي نفظ لهما اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم زاد البخاري يعني أهل المدينة ولهما أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفة ما جعلته بمكة من البركة وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعيت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة رواب البخاري وهذا لفظه ولنسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعيت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم اجعل مع البركة بركتين الحديث رواه مسلم والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوربنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على رسال إبراهيم الخليل وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى والله أعلم وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خياها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لكينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر وهذا لفظ مسلم ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك ثم قال البخاري بعد ذلك وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى ويل القيامة لا يعدد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقفتها إلا منشي فقال العباس إن الإذخر فإنه من بيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإذخر وعن أبي شريح من عدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذني أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل من رئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمع ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لي أبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه فإذا علم هذا فلا منافات بين هذه الأحاديث الدانة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدانة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في قينته ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وضع فيهم رسولا منهم الآية وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك فقال دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الظنهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه فتذكر في موضع آخر بأذلتها إن شاء الله وبه الثقة وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا أي من الخوف أي لا يرعب أهله وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا وقوله أولم يروا أما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم إلى غير ذلك من الآيات وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بذكة السلاح وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة وبهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبه إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وقوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال هو قول الله تعالى وهذا قول مجاهد وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله قال وقرأ آخرون قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فارزقه رزقا قليلا أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال محمد بن إسحاق لما عن لإبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كان من ذريته حين عرف أنه كائم منهم ظالم لا يناله عهده بخبر الله له بذلك قال الله تعالى ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا وقال حاكم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الذهبي عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس كان إبراهيم يحذرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير ثم قرأ ابن عباس كلا من مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذوع رواه ابن عباس ورواه عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور يمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليل وقوله وقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبصدنا عليهم من ذلها إلى عذاب النار وبئس المصير ومعناه أما الله تعالى ينذرهم ويههلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى وكأي من قرية أنليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم وفي الصحيح أيضا إن الله ليملو للظالم حتى إذا أخذه لم يفلك ثم قرع قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألي شديد وقرأ بعضهم قال ومن كفر فأمتعه قليلا الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة وتركيب السياق يأبى معناها والله أعلم فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجنهور والسياق يقتضيه وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم وهذا خلاف نظم الكلام والله سبحانه هو العلام وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد للبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فالقواعد جمع قائدة وهي السارية والأساس يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن سعود أنهما كانا يقرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قلت ويدل على هذا قولهما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك الآية فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما كما رل بن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس من مكي عن وهيد بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة أي خائفة أي خائفة لأن لا يتقبل منهم كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه وقال بعض المفسرين الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيان وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختواني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعه يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سعرة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي تربعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك وضع عندهما جرابا فيه تم وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعلنا يلتفت إليها فقالت أه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرينه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذرية لواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل تربع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفى أقرب جبل في الأرض يليها فقابت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهضطت من الصفى حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذاهم بالماء فرجعوا فأخضروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء عندنا قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له اغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة قالت هل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحق بأهلك يطلقها وتزوج منهم بأخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجد فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعه وأثلت على الله عز وجل قال ما طعامكم قالت اللح قال فما شرابكم قالت الناء قال اللهم بارك لهم في اللحن والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير لكة إلا لم يوافقا قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هم أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يدري نبلا له تحت دلحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه وصنعاك ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعيني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكنة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم من فضلك تابع بقية المادة ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا ورواه بن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الطبران وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا وقال أبو بكر بن مردويت أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلى فقال سعيد بن جبير سلوني قبل أن لا تروني فسألوه عن المقام فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على سبيها حتى قد نمكت فوضعهما تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فأتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء نادتهم ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنمنا قالت لو ذهبت فنظرت لعني أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعة ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغف إن كان عندك خير فإذا جبريل عليه السلام قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض قال فانبثق الماء فذهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته لكان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا وصولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكنا معك فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مقدع تركتي قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل قالت امرأته ذهب يصيد قال قول له إذا جاء غير عتبة بابك فلما أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال إني مطلع تركتي قال فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال ما طعامكم وما شرابكم قال الطعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا فقال أطع ربك عز وجل قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه فقال إذن أفعل أو كما قال قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع وكأن فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كان معلقين بالكعبة وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعة ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة والله أعلم والحديث والله أعلم أن ما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا كما قال ابن جريغ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال أخبرنا مؤمل أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر قال فلما قدن مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه قال يا إبراهيم ابن على ظل أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا قال إلى الله قالت انطلق فإنه لا يضيعنا قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا قال فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا ففعلت ذلك سبع برات فقال يا إسماعيل متحيث لا أراك فأفت وهو يفحص برجله من العطش فناداها جبريل فقال لها من أنت قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم قال فإلى من وكلكما قالت وكلنا إلى الله قال وكلكما إلى كاف قال ففحص الأرض بأصبعه فربعت زمزم فجعلت تحبس الماء فقالت دعيه فإنه روى ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما وقد يحتمل أنه كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى ثم قال ابن جريب أخبر هناد ابن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد ابن عرعرة عن أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت يدع في الأرض فقال لا ولكنه أول بيت يدع في البركة مقام مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن وإن شئت أن بأتك كيف بني إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني بيتا في الأرض فضاق إبراهيم بذلك فرعا فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الحشفة وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقي الحجر فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم لا أبغني حجرا كما أمرك قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه فقال يا أبت من أتاك بهذا الحجر فقال أتاني به من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا سفيام عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحضار قال كان البيت وفاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحية الأرض قال سعيد وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه الشكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوء العنكبوت بيته قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال كان ذلك بع وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل ابني بيت والطائفين والعاكفين والركع السجود فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت فبعث الله ريحا يقال لها الريح الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعاها بالمعاون يحفران حتى وضع الأساس فذلك حين يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ ذوأنا لإبراهيم مكان البيت فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الرق قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هاهنا قال يا أبت إني كسلان لغب قال علي ذلك فانطلق يطلب له حجرا وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجن فسود من خطايا الناس فجاء إسماعيل بحجر فوجده عند الرك فقال يا أبت من جاءك بهذا قال جاء به من هو أنشط منك فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي اتلى إبراهيم ربه فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها وقد ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبيه عن ابن عباس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختم عطاء عن عطاء ابن أبي رباح قال لما أهبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءه يأنس إليهم فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها فخفضه الله تعالى إلى الأرض فلما فقد ما كان يسمع منه مستوحش حتى شك ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته فوجه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه وذلك قول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال آدم إني لا أسمع أصوات الملائكة قال بخطيئتك ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيته ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيت الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبد من حراء وطور زيتا وطور سيناء والذودي وكان ربه من حراء فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكاره والله أعلم وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن قتاده قال وضع الله البيت مع آدم أهبط الله آدم إلى الأرض وكان نهبطه بأرض الهند وكان رأسه في السماء ورجله في الأرض فكانت الملائكة تهاب فنقص إلى ستين زراعة فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فشكى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوة فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء وقال ابن جرير أخبرنا ابن حمين أخبرنا يعقوب العمي عن حفص ابن حمين عن عكرمة عن ابن عباس قال وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألف عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت وقال محمد ابن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي نجيح عن نجاهد وغيره من أهل العلم إن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه بإسماعيل وأمه هاجر وإسماعيل قفل صغير يربع وحمل فيما حدثني على البراق ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم وخرج معه جبريل فكام لا يمر بقرية إلا قال أبهذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل أنبه حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم لجبريل أهما أمرت أن أضاعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشة فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواب غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة وكذا قال ليث بن أبي سلين عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا عمر بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علياء بن أحمر أن فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبر فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان فقامت خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمرى ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف معه إبراهيم عليه السلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية القواعد أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعدة حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاد عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن محمد ابن أبي بق أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركمين اللبين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام وقضواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث بن وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بق ابن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر وقال البخاري أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تصر إليك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم فقال ابن الزبير بكفر لنقطت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخلونه الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقطت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفة قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال أخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن مهدي أخبرنا سلين بن حيام عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبدالله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة انفرد به أيضا ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدنها وإنما كانت ربما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسطيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمر من خزاعة فقطعت قريش اليده ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى بسفيلة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسكيفها وكان بنكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة وكانت منا يهابون وذلك أنه كان لا يدن منها أحد إلا زألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها فبينا هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفان الله الحية فلما أجمعوا أمرهم في هدنها وبنيانها قام ابن وهب ابن عمر ابن عائد ابن عبد ابن عمران ابن نخزون فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قويش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبة لا يدخلوا فيها مهرب غي ولا بيع ربة ولا مظلمة أحد من الناس قال ابن إسحاق والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزون قال ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزون وقبائل من قريش ضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسه وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي ولبني أسد بن عبد العز بن قصي ولبني عدي بن كعب بن رؤي وهو الحطيم ثم إن الناس هابوا هدنها وفرقوا منه فقال الوليد ابن المغيرة أنا أبدأكم في هدنها فأخذ المعولة ثم قام عليها وهو يقول اللهم لا ترعى اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم للناحية تلك أكنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما سمعنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عملك فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها بعضا قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتنة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الرك يعني الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاولوا وتخالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوئة دمى ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكفت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزون وكان عامئذ أسم قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة يبن كثير فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتى به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعة وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها الطراب وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب إذا قمنا إلى التأسيس شدة تهيبنا البناء وقد تهاب فلما أنخشينا الرجز جاءت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب غدا تنرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب أعز به المليك بن لؤي فليس لأصله منه الذهاب وقد حشدت هناك بن عدي ومرة قد تقدمها كلاب فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب قال ابن إسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر ذراعة وكانت تكسى القباط ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج ابن يوسف قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا منسقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن وروان له بذلك كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه أخبرنا هناد بن السري أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن عاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس ملسم يريد أن يحزبهم أو يجيروهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشير علي في الكعبة أنقذها ثم أدنوا بناءها أو أصلح ما وهى منها قال ابن عباس إنه قد خرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحده محترق بيته ما رضي حتى يجدد فكيف ببيت ربكم عز وجل إني مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري فلما مضت ثلاثة أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بنائه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها فقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا فنظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراع فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدون من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقر وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه وقد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة وقد كانت السنة إقرارا ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن ما تركناه وما تولى كما قال مسلم حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بق أخبرنا بن زريج سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيع قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبيد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا حبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما ترك منه فإن بدى لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمني لأريك ما ترك منه فأراها قريبا من سبعة أذرى هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قال تعززا أن لا يدخلها إلا من أراد فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك فقلت للحارف أنت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركت وما تحمل قال مسلم وحدثناه محمد بن عمر ابن جبلة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد بن حمير أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بق قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوفه البيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر فنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحج فإن قومك قصر في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقول هذا يا أمير المؤمنين فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى بن الزبير فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير فدل هذا على صواب ما فعله بن الزبير فلو ترك لكان جيدا ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله بن الزبير فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها فترك ذلك الرشيد نقله عياض والنووي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة ذو السويقتين من الحبشة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أخرجاه وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا رواه البخاري وقال الإمام أحمد بن حنبن في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن نجاهد عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أسيلع أثأ فيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال ابن جريغ يعنياني بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حبان الحسيني القرشي أخبرنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم واجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال مخلصة وقال أيضا أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا المقدم أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية واجعلنا مسلمين قال كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثباب وقال عكرمة ربنا واجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت وقال السد ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعنيان العرب قال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السد فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم والسياق إنما هوة العرب ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وغير ذلك من الأدلة القاطعة وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هد لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهو قوله وجنبني وذني أن نعبد الأصنام وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأرنا مناسكنا قال ابن ذريج عن عطاء وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها وقال مجاهد أرنا مناسكنا نذابحنا وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك وقال سعيد بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال قال إبراهيم أرنا مناسكنا فأتاه جبرائيل فأتا به البيت فقال ارفع القواعد فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفة قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به إلى المروة فقال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منا فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر ورمه فكبر ورمه ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له كبر ورمه فكبر ورمه فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك قالها ثلاث مرات قال نعم ورئي عن أبي مجلز وقتابة نحو ذلك وقال أبو دايود الطيانس أخبرنا حماد بن سلم عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منا فقال هذا مناخ الناس فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به إلى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به جمعا فقال هذا المشعر ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة فقال له جبريل أعرفت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن كما قال الإمام أحمد أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن نعاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد أعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمن جدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤياي أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وكذلك رواه بن وهب والليل وكاتبه عبد الله بن صالح عن نعاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا أبو النظر أخبرنا الفرج أخبرنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه غاكم أنبياء بني إسرائيل نسبا وهو عيسى بن مريم عليه السلام حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولهذا قال في هذا الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم وكان ذلك توتئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته لبلاد الشام ولهذا تقول الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدنشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي صحيح البخاري وهم بالشام قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان وكذا قال السبي وقتاده وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة قاله الحسن وقتادته ومقاتل ابن حيان وأبو مالك وغيرهم وقيل الفهم في الدين ولا منافاه ويزكيهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص وقال محمد بن إسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمة قال يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويخبرهم برب الله عنهم إذا أطاعوه ليستكفروا من طاعته ويشتنبوا ما يسخطه من معصيته وقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول تبارك وتعالى ربا على الكفار فيما اتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لنلة إبراهيم الخميل إمام الحلفاء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قوم حتى تبرأ من أبيه فقال يا قوم إني دريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو من الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولهذا وأنثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي غرم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من استفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملكه واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا أم أي ذنب أكبر من هذا كما قال تعالى إن الشرك لذن عظيم قال أبو العالية وقتاده نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوا ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين من فضلك تابع بقية المادة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي أمره الله بالإخلاص له واستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا وقوله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله أو يعود الدمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ورصوا أبناءهم بها من بعدهم كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحام وكان حاضرا ذلك وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وصار لأن البشارة وقعت بهما في قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقد قرأ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة عن كبوت ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الآية وقال في الآية الأخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وهذا يقتضي أنه وجد في حياته وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد يضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال أربعون سنة الحديث فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه وبين إبراهيم أربعين سنة وهذا مما أنكر على ابن حبان فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين والله أعلم وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسنى وأما من بخل واستغنى وكذل بالحسنى فسنيسره للعسنى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه قال النحاس والعرب تسمي العم أبا نقله القرطبي وقد استذل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الأخوة كما هو قول الصديق حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير ثم قال البخاري ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين وبه يقول الحسن البصري وطاروس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف والخلف وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إنه يقاسم الإخوة وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن ولتقريرها موضع آخر وقوله إله واحدة أي موحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات في هذا كثير والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علا ديننا واحد وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال أبو العالية والربيع وقتابة تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبار ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير أو عكلمة عن ابن عباس قال قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقولوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمون إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيمة قاله محمد بن كعب القواضي وعيسى بن جارية وقال خصيف عن مجاهد مخلصا وروا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجا وكذا روي عن الحسن والضحاة وعطية والسد وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا وقال مجاهد والربيع بن أنس حنيفا أي متبع وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وقال قتاب الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختام قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصل الركعتين النتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقال أبو العالية والربيع وقتابه الأصباب بل يعقوب إثنى عشر رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسم الأصباب وقال الخلير بن أحمد وغيره الأصباب في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل وقال الزمخشري في الكشاف الأصباب حفدت يعقوب ذراري أبنائه الاثنى عشر وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارض وقال البخاري الأصباب قبائل بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأصباب هاهنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا الآية وقال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا قال القرطبي وسم الأسباط من الصبت وهو التكابع فهم جماعة وقيل أصله من الصبت بالتحريك وهو الشجر أي في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة صبتة قال الزجاج ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنبال حدثنا أبو نجيد الدقاق حدثنا الأسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة ملوح وهود وصالح وشعيد وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام قال القرطبي والسبت الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد وقال قتابه أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهنا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا محمد بن محمد ابن نصعب السوري أخبرنا مؤمن أخبرنا عبيد الله بن أبي حمي عن أبي الننيح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاط فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن له عابدون يقول تعالى فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاقه فسيكفيكهم الله أي فسينصرك عليهم ويغفرك بهم وهو السميع العليم قال ابن أبي حاتم قرأ علي يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن الله أخبرنا زياد بن يونس حدثنا نافع ابن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف أثنان بن عثان ليصلحه قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقال نافع بصرت عيني بالدم فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم وقوله صدغة الله قال الضحاك عن ابن عباس دين الله وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتاد والضحاك وعبد الله بن كثير وعطي العوف والربيع بن أمس والسدي نحو ذلك وانتصاب صدغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله أي إنزموا ذلك عليكموه وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويل من رواية أشعة ابن إسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا رسول الله هل يصبغ ربك فقال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الأليان الأحمر والأبيض والأسود والأليان كلها من صبغي وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوع وهو رواية ابن أبيحات موقوف وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم قل أتحاد دوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهين وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كثم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجاذلة المشركين قل أتحاج لنا في الله أي تناظرون لنا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له ولنا وردونا 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 أعمال أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء مننا كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا إلى آخر الآية وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاج في الله إلى آخر الآية وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية وقال في هذه الآية الكريمة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أي نحن برآء منكم كما أنتم برآء منا ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأصباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية فقال قل أأنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم وقد أخبر أنهم لم يكون يهودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الآية والتي بعدها وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك وقوله وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد أي أن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت أي قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا موقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسل الذين بعثوا مبشرين ومنذرين فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين انتهى الجزء الأول من سورة البقرة عند قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتوا ولا تسألون شبتة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كفير نتابع وداء على الناس وداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليزيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوح رحيم قيل المراد بالسفراء هاهنا مشرك العرب قاله الزجاج وقيل أحبار يهود قاله مجاهد وقيل المنافقون قاله السد والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم قال البخاري أخبرنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت النقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من من كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فضعوا كما هم قبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله المذيع إيمانكم إن الله بالناس برؤوف رحيم انفرد بذل بخاري من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر وقال محمد بن إسحاق حدثني إسماعيل بن أبي خالب عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرا مسجد الحرام فقال رجال من المسلمون ودبنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليذيع إيمانكم وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراق مستقيم وقال عليه أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة أي نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمر بالله بالتوجب إلى بيت المقدس قاله ابن عباس والجبور ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين وحكى القرطبي في تفسيره عن عكلمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه السلام والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهر وكان يكثر الدعاء والابتهان أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجب إلى البيت العتيق فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء ووقع عند النساء من رواية أبي سعيد بن معلّى أنها الظهر وقال كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى رقعتين من الظهر وذلك في مسجد بن سلمة فقمنا مسجد القبلتين وفي حديث مويلة بنت نسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قالت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ذكره الشيخ أبو عمر ابن عبد البر المريد وأما أهل القباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وفي هذا دليل على أن الناس خلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعابة العصر والنغرب والعشاء والله أعلم ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب أي الحكم والتصرف والأمر كله لله فإنما تولوا فثم وجه الله وليس أن تولوا وجوهكم تبل المشرق والمغرب ولكن ننضر من آمن بالله أي الشأن كله في انتثال أوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا فالطاعة في انتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا وهو تعالى له بعده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب واهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقضاوى الإمام أحمد عن علي بن عاصل عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن أشعف عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آلون وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واحترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط هاهنا الخيار والأزود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفه النسبا ومنه الصلاة الموسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيمة وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح لوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغتكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لروح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل فتدعونا فتشهدون له بالبلاء ثم أشهد عليكم رواب البخاري والترمذي والنسائي وابنماجة من طرق عن الأعمش وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا وروا الحافظ أبو بكر بن مرضوي وابن أبي حاتم من حبيث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك من الأشجعي عن النغيرة بن عتيبة ابن نباس حدثني مكاتب لما عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون المشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من النبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قدم لها رسالة ربه عز وجل وروا الحاكم في مستدركه وابن مرضويه أيضا والنفذ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرضي عن جابر بن عبد الله قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمازة في بني مسلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا وسلم وكان وأفنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بنا تقول فقال الرجل الله أعلم بالصرائر فأما الذي بدى لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ثم شهد جمازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئسا مر كان إن كان لفظا غنيظا فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالصرائر فأما الذي بدى لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال بصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح إسنادي ولن يخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى أمر ابن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شم فقال أمر وجبت فقال يا أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد وكذا رواه البخالي والترمذي والنسائي من حبيث داود ابن أبي الفرات به وقال ابو مردويت حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيا حدثنا أبو قلاب الرقاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثنا أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقافي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا دينا يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيدة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر به وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكذيرة إلا على الذين هذا الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة يظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتبا عن دينه وإن كانت لكذيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كل ما حدث أمر أحدث له شكا كما يحصل الذين آمنوا إيقال وتسديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال تعالى قلوا للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقلوا له عليهم عمل وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القلتين وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترميذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كماهم إلى الكعبة وهم ركوعا وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلم عن ثابت عن أنس مثله وهذا يدل على كمان طاعته لله ولرسوله وانقياده لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت النقدس قبل ذلك ما كان يضيع سوابها عند الله وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال ما كاهم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وهواه الترميذي عن ابن عباس وصححه وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيب عن ابن عباس وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمد صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث صرف إن الله بالناس لرؤوف رحيم وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السدي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صديا من السدي أخذته فأنصقته بصدرها وهي تدور على ولدها فلما وجدته ضمته إليها وألقمته سديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه بارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا مسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتابت من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن كلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب وقال فأينما تولوا فسم وجه الله وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وروا ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عن ابن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى المنزاب لأمه جبرائيل عليه السلام وروا الحاكم في استدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قطة قال رأيت عبد الله بن عمر جالسا في المسجد الحرام بإزاء المنزاب فتلى هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو منزاب الكعبة ثم قال صحيح إسناد ولم يخرجاه ورواه بن أبي حاكم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال غيره وهو أحد قوله الشافعي رضي الله عنه إن الغرض إصابة عين الكعبة والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولن وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبله ثم قال صحيح إسناد ولم يخرجاه وهذا قول أبي العالية ومجاهد وإكرمة وسعير بن جبيب وقتابة والربيع بن أنس وغيرهم وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمهر بالكبلة وقال القرطبي رضى ابن ذريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمته وقال أبو نعيم الفضل الوكين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من من كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كماهم قبل البيت من فضلك تابع بقية المادة وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فصرف إلى الكعبة وروى النسائي عن أبي سعيد بن معلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله الله عليه وسلم فنكون أولا من صلى فتوارينا فصليناهما ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ وكذا روى ابن مردويه عن عمر أن أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر وأنها الصلاة مستى والمشهور أن أول صلاة صلىها إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا تأخر الخبر عن أهل قداء إلى صلاة الفجر وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا رجاء بن محمد السقط حدثنا إسحاق بن إبريس حدثنا إبراهيم بن جعفر حدثني أبي عن جدته أم أبيه مويلة بن تنسن قالت صلينا الظهر أو العصر في مسجد بن حارفة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بن حارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال مؤمنون بالغيب وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياذ بن علاقة عن عمارة بن أوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت النقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالداب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قال فأشهد علي إمامنا أنهم حرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة وقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنيبا ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها مسألة وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حريفة قال المالكية بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر إلى موضع سجوده لحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الإنحنان وهو ينافي كمال القيام وقال بعضهم ينظر المصل في قيامه إلى صدره وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحبيث وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره وقال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أي واللهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لم اتبعوا وتركوا أهواءهم كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولذلك قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا كتاب بكل آية ما تبع قبلتك وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود وإنما ذلك عن أمر الله تعالى ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى فإن العالم أن حجة عليه أقوم من غيره ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممتلين يخبر تعالى أن علماء أهم الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابنك هذا قال نعم يا رسول الله أشهد به قال أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه قال القرطبي ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله ابن سلام أتعرف أتعرف محمدا كما تعرف ولدك قال نعم وأكثر نزل نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني لا أدري ما كان من ألمه قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا ينتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل مجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بك ذالله جميعا إن الله على كل شيء قدير قال العوفي عن ابن عباس ولكل مجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنين وقال أبو العالية اليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة وروا عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة وقرأ ابن عباس وأبن جعفر الباكر وابن عامر ولكل وجهة هو مولاها وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى بكل جعلنا منكم شرعة ونهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاسترقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وقالها هنا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدالكم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون من ناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره وقيل بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة والثالي لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في دقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي وقال القرطبي الأول لمن هو بمكة والثالي لمن هو في دقية الأمصار والثالث لمن خرج في الأسفار ورجح هذا الجواب القرطبي وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق فقال أولا قد نرى تقل ووجك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون فذكر أنه الحق من الله أنه الحق من الله وارتقاء وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضى الرسول صلى الله عليه وسلم فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرر وقد كانوا يعذنون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها وقيل غير ذلك من الأجودة عن حكمة التكرار وقدستها الرازي وغيره والله أعلم وقوله لألا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين ولألا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر قال أبو العالية لألا يكون للناس عليكم حجة يعني به أهل الكتاب حين قالوا صوف محمد إلى الكعبة وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسد نحو هذا وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحبة أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فمما يرجع عنه والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة فامتثل أمر الله في ذلك أيضا فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين وأمته تبع له وقوله فلا تخشوهم واخشوني أي لا تخشو شبه الظلمة المتعنتين وأفرد الخشية لي فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه وقوله ولأتم نعمتي عليكم عطف على لأن لا يكون للناس عليكم حجة أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتقبل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون أي إلى ما ظلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يطلو عليهم آيات الله مضيّلات ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودرس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى المير ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة ويعلمهم ما لم يكون يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا ببركة رسالته ويمي سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علما وأضرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم الآية وذن من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره وقال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون قال مجاهد في قوله كما أصلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعل فاذكروني قال عبد الله بن وهب عن هشال بن سعيد عن زيد بن أسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك قال له رب تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني وقال الحسن البصري وأب العالو والسد والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال هو أن يطاع فلا يُعصى ويذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عمارة الصيدلان أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لبن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي وعن سعير بن جبير اذكروني بطاعة أذكركم بمغفرة وفي رواية برحمتي وعن ابن عباس في قوله اذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منك وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراع وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك وإن أتيتني تنشي أتيتك هرولة صحيح الإسناد أخرجه البخاري الحديث قتادة وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة وقوله واشكروني ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بنزيد الخير فقال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيد منكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة شعبة عن الفديل بن فضالة رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح مرة على عبده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته صراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحول المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان إذا حزبه أمر صلى والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثب وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب كما قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم الصبر في بابي الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدال والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله وقال علي بن حسين زين العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب قال فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين يا بني آدم فيقولون إلى الجنة فيقولون قبل الحساب قالوا نعم قالوا ومن أنتم قالوا نحن الصابرون قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفان الله قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال سعيد بن زبير الصبر اعتراف العبد ما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلب لا يرى منه إلا الصبر وقوله تعالى ولا تقول لذن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبعون فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر جنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد حسسوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا من الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المهتدون وإن كل هذه المهتدون تابع بقية المهتدون وإنكتبتها وإنكتبتها بدون تبع بقية المهتدون ترجمة نانسي قنقر